اشتركوا في القناة كيفية اعمار هذه المدينة التي تعرضت للدمار والخراب نتيجة العمليات العسكرية كنا اليوم في ورشة عمل اقامها المكتب التعليمي في المشروع العربي لدراسة برامجنا التعليمية وكل البرامج التي ينوي المشروع العربي في العراق اقامتها في مدينة الرمادي الجريحة مدينة الرمادي التي دمرت على يد الاشرار من الطرفين للأسف الشديد هذه الخطة بناء على توجيهات الشيخ خميس الخنجر سمعنا من اعيان الرمادي من نخب الرمادي وكفاءات الرمادي ما يمكن ان نعمل به في مرحلة ما بعد داعش وما بعد تحرير المدينة ان شاء الله محاور عدة تطرق لها الحاضرون اهمها كيفية اعادة النازحين وانشاء مدارس ووضع آلية مناسبة لقبول الطلبة وتدريب الكوادر التدريسية بالاضافة الى تقديم مختلف الخدمات وفي كافة المجالات لمدينة الرمادي مناقشة موضوع عودة النازحين الى محافظتنا محافظة الانبار بعد تحريرها والحمد لله وكان من اهم المحاور التي تناقشت هو انشاء مدارس لابناء محافظتنا وتم مناقشة آلية قبول الطلبة وتدريب كيفية تدريب الكوادر التدريسية بالاضافة الى كيفية تدخيل او الكادر التعليمي في الدورات التي تكون تطويرية يذكر ان ورشا سابقة اقامها المشروع العربي لشخصيات وكفاءات من المناطق المحررة لدراسة كيفية معالجة المشكلات التي تقف عائقا امام عودة النازحين الى ديارهم من اربيل نهض الزيدي قناة الفلوجة